في إطار المشاورات التي يجريها مفتي الجمهورية الشيخ عبدالطيف داريان مع مختلف المرجعيات بعد إعلان الرئيس سعد الحرير استقالته وتبعات هذه الاستقالة قصد رئيس أساقفة بيروت للموارنة المتران بولوس مطر دار الفتوى موفدا من البطريالك الماروني بشار الراعي حيث أكد للمفتي داريان أن زيارة الراعي للسعودية لازالت قائمة في موعدها يوم الاثنين المقبل وفي ضغط على البطريالك بالحقيقة زيارة غبطته إلى رياض كان مقرر لها منذ سنتين دعي غبطته ولظروف معينة أرجعت هذه الزيارة وعندما تقررت هذه الزيارة لم نكن بعد قد وصلنا إلى الحالة المتأزمة التي نحن فيها لذلك هي مبدئيا بمعزل عن الظروف هي من أجل الحوار الإسلامي المسيحي وعلى رأس وفد من المطارنا زر بطريالك أنطاقيا وسائر المشرك للروم الأرتو داريان حيث كان تأكيد على أن استقرار لبنان هو مطلب الجميع وأيدينا كل مشبوكة بعضنا ببعض مسلمين ومسيحيين وكل أبناء هذا البلد من أجل السلام ومن أجل الاستقرار ومن أجل أمام لبنان واستقبل المفتي داريان وفدا من قيلة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وحركة فتح برئاسة فتح أبو العردات ونحن على ثقة تامة من خلال اللقاءات التي يعقدها والتشاورات والمشاورات سماحت المفتي بأن الأخوة في لبنان سيتجاوز هذه المرحلة الصعبة بإذن الله ومن زوار دار الفتوى محافظ بيروت القاضي زياد شبيب وكتلة نواب زحلي وهيئة العلماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ سالم الرافعي